طبعاً ما فيه شك انه في فصل الشتاء بتيجي دور العربية الصبح والعربية ما بتدورش اه تقعد شوية كده وبعد العربية ما تدور بتلاقي العربية عمالة تترجج كده ايه ابرز مشاكل العربيات في فصل الشتاء؟ هو فيه كزا حاجة بصراحة اول حاجة البطارية اللو هي ضعيفة شوية فنحن لازم نعمل شك عليها وخصوصاً لو احنا بنركن العربية فترة طبيلة فنحن ندورها كل فترة عشان ما نجيش ندور نلاقي العربية ما بتدورش البجيهات فيه ناس بتهم الموضوع البجيهات ده البجيهات لو مرتبة شوية وهي أصلاً يعني ايه بتتلكك فطبعاً ممكن تلاقي العربية بتراجلك كزا حكي قلت كده وما بتدورش دي مشكلة مشاكل القوية يعني في الشتاء اه حاجات كتير بصراحة يعني مثلاً ايه احنا ممكن نمسكها كهزة جوزئية يعني الجوزئية اللي هي مثلاً ايه المطور بالزيت اللي فيه لان برضو الزيوت لو هي مش مواصفة كويسة فالزيت لو تقيل زي حاجة اسمها فيلوستي لو الزوجة بتاعته تقيلة والناس في ساعات بتتغير زيت اي كلام فبرضو بيأثر جامد لما تديك دورة عربية وعايز سخانها الصبح للعربية بتراجلك معها جامد المطور يعني مش عارف يقوم واصلاً لو الجو بارد جدا طيب فيه ناس احياناً احنا متعودين زي ما نكون من اسمع جملة كده من يعني اهلين وهم نازلين حد بينزل قبلها بربع ساعة مسلاً يسخن العربية احنا الجملة دي بانش نسمعها كتير هل ده غلط؟ مش في عربية جديدة العربية جديدة تلاتين ثانية ماكسموم لانه هو الزمان الزيوت كانت فيه يعني حاجة اسمها تخليقية واسمها ايه؟ لو مش عارفها اسمها يجب لكم العرب بس يعني التخليقية ومش تخليقية يعني ايه؟ التخليقية اللي هي الزيوت الجديدة اللي هي بتبقى شغالة بتستحمل درجة حرارة مثلاً انها تبقى تحت الصفر ماشي؟ فممكن حدثك مثلاً ما تجي دورة تلاقي العربية مجرد تلاتين ثانية الزيت ماشي في كل أجزاء المطور والدنيا لا تمشي تلاتين ثانية لكن زمان في العربات القديمة محتاجين ان احنا نسخن مثلاً تلاتة أربعة خمس دقايق عشان العربية تتدي ايه؟ تخش في موجود الزيت يعني هنا الفكرة في العربية ولا الفكرة في الزيت؟ التشغيلية بتاعت الزيت غير العربية يعني الزيت هو اللي يفرق جداً جداً وخصصاً عبادات جديدة بقت الموضوع اريح ولكن برضو مينفعش ان انا ادور وامشي على طول لان عشان يكتمل الزيت يطلع من كرتيرة بتاعت المطور من تحت الغاية ما يخش في كل أجزاء المحرك والمحرك اللي نطمن ان هو شغال كويس حوالي ثانين ثانية او ديئة بعد كده بتتحرك ده بيعرض العربية ايه؟ يعني مثلاً لو انا بدور العربية وابتحرك على طول بيحصل فيه تآكل شوية في أجزاء المطور وتلاقي العربية مش مريحة معانك كده وتلاقي العربية ممكن تقطع اتنتش برضو وحاجة زي كده لكن على المدى البعيد ده ممكن يؤثر على المطور اه يعني مع الوقت وطبعاً اي حاجة مع الوقت يعني بس مش هيأثر اللي هو تأثير القوي ولكن بالقلل العمر افتراضي من المطور مثلاً بدل معيش مثلاً 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 خمسية تلتمئة الف عيش اقل ومتدى حاجات تاكل جمانا بتسألك دلوقتي على العربية الناس كانت تنزل سخن عربية قبلها بربع ساعة ده كان زمان مع العربية الجديدة اعتقد ان الوضع مختلف والعربية الروتوماتيك كمان وضعها مختلف عن العربية المانوال كان زمان برضو ننزل ونزق العربية ونرميلها والكلام ده خلاص عشان المختلف طيب بالنسبة للعربية الجديدة فيه عربية اكيد بتبقى في صياناتها في التوكيل بتاعها ومراكز الخدمة بتاعتها فدول بيتابعوا باستمرار اما العربية اللي خارج الضمان او مش في ما بيروحش مسلا يعمل خدمة بتاعته في الوكيل بتاع السيارات ممكن يعمل ايه بصفة دورية قبل دخول فصل الشيطة بص هو يعني احنا ممكن نعمل يعني احنا الشيطة دايما انا بقسمه الحاجتين حاجات اثناء لكنة العربية حاجات احنا ممكن نعملها في قدينا او حاجات اثناء خيادة او السواء نفسها لكن اثناء لكنة العربية اللي هي موضوع مثلا البوجيهات والزيت طب انا هعرف منين ان المسألة مسألة بوجيهات او مشكلة في البطارية يعني انا مثلا نزلت الصبح وبدور العربية مش رادي الدور او دارتو بتنتش او في رجراجة لو بدور ومفيش اي غنباتو الدنيا كده يبقى في مشكلة في البطارية بتنتش يبقى حاجة اللي علاقة بالكهرباء بتاعت العربية في مشاكل في الكهرباء او دائرة الكربية في سامع صوت خشونة يبقى زيت في خشونة صوت مطورة عملا يعني تحس صوته قوي قوي في الاول بعد كده بيبتدي الواحدة واحدة يعني تسخن معي فدي مشكلة في الزيت غير مشاكل هي العادية يعني مثلا لو انا بدور وفيه صوت مرش بس مفيش عربية بتقومش ممكن يبقى فيه مشكلة في ترمت البنزين حاجات تانية العادية لكن انا بتكلم في العربية وضعها الطبيعي بس انا مش مهتم بالصينات 100% فاكيد هققى اي مشكلة متأتي دول بس احنا بننصح بقى حاجات تانية زي ده يعني مثلا ايه القطط والحاجات اللي هي بتعيش جوه العربية فعشان انا ادور وامشي على طول فيه حاجات ممكن يعني الحاجات اللي هي بتعيش جوه المطور ماشي ممكن تعملها كارثة بعد كده يعني تخش في مسلا في سير تخش في اي حاجة تبقى فيها مشكلة اجبت طلب كتير فيه ناس ما بتركز تفوض مسلا ادي كلاكس او اخبط على العربية وكده عشان لو فيه حاجة مسلا نايمة جوه تبتجر قطط فراد او طبعا حاجات دي مهمة جدا فيه حاجات كده برضو نصيحة مهمة انك انت ما تركنش مسلا لو فيه شتوية الفترة الجاية مسلا نبتل نتابع التقسي نبتل نعرف بكرة فيه ايه مطر جامد ولا لا عشان لو ركن تحت جراش ممكن قدر هذا ممكن يحصل غرق ففيه حاجات كتيره الناس ما بتركز فيها مش موضانة الاركن عربية وبس او الحاجات اللي هي بتعطي المطور لا يعني فيه حاجات ده قدر هذا ممكن تكلفنا ارخام كبيرة جدا يعني اخسرت حوائيه تسيئان في جنيه فعربية تتبهدلت غرقت من ثلاث سنين مم وتتسيئان في النيده ايه كنترولات بس يعني عشان خاطر غرقت اوه كنت راكن في الناس اوه يعني دي حاجات تجربة اوه اوه الشتا دي حاجات كتير اوه وفيه قصة شقة تاني موضوع السواء نفسها طيب دي بقى نقطة مهمة اوه في حين ذاتي الشتا فيه اماكن اولان بيقى فيها تجمعات ما هي كبيرة جدا طبع وعالي يعني ارتفاعها مش بسيط صح الفكرة ان الحد يعدي في ارتفاع مية عالي بالعربية ده ممكن يدور العربية ازاي ممكن اصلا اتصرف معها ازاي لو اضطريت عادي هعمل ايه بعدها مفوضة اتصرف ازاي هل ده بيدور اصلا كبيرتش العربية ولا لا ولا بيدور حاجات تانية في العربية بصي اوه مبدئيا يعني الناس ببتعافش تتعامل مع موضوع الغرق ده او مشوف مثلا برك او حاجة مية عميخة كده ببتعافش تتعامل معها خلص وممكن قدر الله في فترة جاية تلاقي العربية وقفت منه اتلت وهو مش فاهم ايه وبعدين التوابع بتاعتها بتبقى مشاكلها اكبر بكتير فيه شقين شقين احنا من الركين شف حتة مثلا فيها منحضرات الكلام ده كله نبقى عارفين احنا بنعمل ايه لو انا بنقى اسافر بسيبش عربية يعني هسابها في حتة فوق عالية انا عارف الحتة دي وبتغرقش الكلام ده كله طيب الطريقة امشي في الشارع ولقيت الدنيا غرق اعمل ايه اسيب العربية القدامي تمشي لغاية ما تعدي الحتة بتاعت الحتة الغرق القدام دي الطب من عربية مشيت كويس ولقدامي ابتدأ لاتحرك طب ليه برضو؟ احنا كده ضحينا بالرجل قدام يعني ما هعم ايه انا 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 او انا او قدام ده لو بتفرج علينا مش هيمشي برضا يستنى اللقا ما هبوسي انا اقولك حاجة هو الحاجة دي دي اه اول حاجة وخصوصا ان لو عربية تواطية مش كروس اوفر مش عربية عالية مبدئيا انا لو بجأ امشي مش عارف فيه مطبات حفر ومسلا اي حاجة قدامي مش شايف كويس فانا العربية قدامي هتلبس مطبات عالية فانا هعمل ايه؟ بس طبيعيا انه فيه مية يعني فيه تجمع مية وطبيعيا ان حدا يبقى ماشي بالروحة جدا يعني هيبقى مش هيبقى ماشي بسرعة كبيرة يعني هياخد لو هياخد المطبات هياخده بسرعة بسرعة المطبات الطبيعية او اقل كمان مانا هقولك على حاجة فيه ساعات مسافة كبيرة وخصوصا ان انت بسلا ماشي بالليل مش وقحتك مش شايفة كويس فيه او او ماكية معينة غزبا عني لازم اعدي في الحتة دي النقطة الثانية ايه؟ انا دعتي راجع بتاع المطور اللي هو الشاكمان بيبقى عبارة عن مسورة بتطلع الهوى من المطور فبيحصل ايه؟ انا لو مشيت وقفت في المية ماشي ومش دايس بنزين فالهوى بتطلع المطور اضعف من المية اللي داخلها فبتلاقي المية اللي قدر الله بتخش جوه المسورة وترجع تاني جوه المطور فالمطور بيعطل فساعتها احنا دخلنا في قصة ثانية في ساعتها ولا بعدها؟ لا في ساعتها يعني المية لو داخلت جوه المطور خلاص المطور اتبهدل فبيحصل ايه؟ طول ما انت دايسة بنزين فانت قوة الدفعة بتاع الهوى اللي طالع من المطور اقوى من المية الداخلة فعشان كده بيقولك ما تشيلش شكلك من بنزين وانت ادخل في بريكة مية خصوصا لبريكة عالية يا بصوا ايه لو مية اللي قدرت من فوق كأنك بتخسل المطور ايه كده؟ عادي عادي ايه ما انا مش مش بسرعة ايه انا كده كده يزم امشي على محلي عشان الدواركة الربائية اللي جوه المطور ماجيش عليها مية وتتبهدل بس انا بتكلم لو انا داتي اتحركت خلاص غزبا عني اجباري جوه المية ماشيش ريجي مع بنزين عشان كده؟ بسيب العربية اللي قدام يتعدي؟ يعني خلينا نتخيل مع بعض المشهد كالادي ماشي الدنيا زحمة جدا واللاسف فيه تجمع مية فيه عربيات وقفة في تجمع مية عالي الى حد ما ماشي او عميق الى حد ما يعني هل مفروض مثلا ايه اه 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 اجابي العربية مثلا على الان ولا او اعمل ايه يعني بصي اوقف قبلها وشوف في العربية قدام يتعدي ماشي 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 فيه حتة تجمع مية يعني فيه خلاصة دي زحمة باوصل اقرب حتة من الطريق انها ايه بقى اعلى نقطة دي الناس هتلاقي دايما ايه بتحضن جنب الرصيف او حتة اعلى نقطة ماشي وفيه بركة باية بعيدة بابد عنها بس انا عربي قدام يتعدي مسافة حلوة عشان احنا 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 ميفعش ان انا اشيرجني مع البنزين لازم دوسة حتة بنزين خفيفة او انا بعدي بحيث ان قوة الهواء اللي طالعا من المطور اقوى من راجع بتاع المية ولو واقف ممكن يعني لو العربية واقفة ممكن يدوس بنزين مسلا يعني هي واقفة يتي دايسة كده كده بنزين عشان تتحركي فبتتحركي واحدة واحدة لغاية ما تعدي المية طب انا عشان اطمن انا اعدي مية اعمل ايه استنع عبية قدامي تعدي لان عبية قدامي افرد عتلت فحديك عتلتي بمشكلة كمان ان الى قدر الله المية ممكن تخش جوه العربية يعني انت عبية انا عاطلت ما ده الدامج او المشكلة الثانية ايه ان ممكن نحصل مية تخش JAWP في الدنيا طب فيه ناس بتسخن عربي وهي ماشي هل ده ممكن يدر المطور ا اoup بعد التلاتين ثاني افضل تلاتين ثانية بالزبت بعد التلاتين ثاني وتتحرك ويدوس براحته واي ممكن ويأخذ عربية على الهادي. لحد ما مؤشر الحرارة. يبتدي يزوء على شوية وبعد كده بتتحرك. يعني متحركش عطول. عشان أنا يعني حافظ على المطور بس يعني حافظ على المطور. والطب من إن الزيت بأخر في كل مزيقات المحرك بشكل كويس. وبعد كده بتتحرك. ما تعملش مع مطور بقوة. طبعا إحنا بنا شكرك شكرا جزيلا يا عمر. وأعتقد ناس كتير جدا استفادت من فقرتنا النهاردة معاك. مما إن إحنا عاني شوية الشتاء بيقى فعلا في بعض المعلومات تبقاش موجودة عندنا. إحنا صيف عارفين كويس قوي إيه اللي بيحصل. وفقد نروح نكشف على إيه ونعمل إيه بس الشتاء شوية. ونبقاش عارفين إيه اللي مفروض ناخد بالنا منه. ممكن أقول الحتة أخيرة زيلا. الكاوتش. الناس بتتعمع الكاوتش وخصوصا الكاوتش غيري دلوقتي. ففي ناس بتصبر عليه. فبيبقى النقشة رفيع قوي. شبهة ممسوحة. لازم أتأكد جدا وخصوصا لنا الموضوع الفرامل والحاجات دي كلها. إن النقشة تبقى نقشة بسا مش أقلق من أربعة ملي. يجيب كوين مثلا ويجيب أي حاجة ويقسل النقشة بتاعته. عشان خاطر إيه. لما يدوس فرامل يجيب فرامل. وخصوصا لديه مطرة والدنيا مزحلقش. يعني حاجات لي علاقة برضو بالسيفتي. يعني موضوع مهم جدا. مش موضوع أنا أقامش. طيب ونزود الكويتش على كيام بقى بالمرة. بمنام نتكلم عن الكويتش. حتبص هتليجي في بلدة موجودة دايما في القيم بتاع السواق. بص هيقول لك الضغط للكويتش قد إيه. لو العربية مليانة. يعني فيها منتلئة ناس مثلا نحملها. أو عربية فضية. لازم. يعني ما تحطش مثلا الضغط من دماغك. مش مثلا تخش عند بنزينة. يقول لك عبت لك 30 أو 32 أو 35. لا هي لازم فيه حاجات معينة لكل بقاس كويتش. طبعا يعني بالمناسبة الهواء عادي ولا هو النيتروجي. مش هتفرق قوي. مش فعل. يعني بص تربع النيتروجي دايما أصلا مضعوب. يعني. اه.